بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الأول لمكرر النظم بالمعالج الضقيق في الجزء لها جماعة هنتكلم عن مقدمة عن الداتا فورمات شكل الداتا إيه وهنتخصص الكلام عن الداتا اللي بتتكون من 8 بت نظرا لإن إحنا إن شاء الله هناخد أمثلة على التعامل على الداتا إيه 8 بت طيب نشوف مع بعض يعني إيه داتا فورمات سوا بنقول أشكال وهيئة الداتا داتا فورمات سوا ليه كما جماعة التمانية بت إحنا عندنا جماعة 3 أشكال من الداتا فورمات التمانية بت الداتا التمانية بت طيب 8 بت معناهم إن إحنا عندنا كان بت 8 مش كده أه يبقى نقول بكده أدى واحد نفترض إن كل مستطل من دول بت 1-2-3-4-5-6-7-8 مش كده آه تمانية بت التمانية بت تقول يا جماعة ممكن يقول لهم 3 حالات مش كده آه إنتوا عارفين كويس إن كل بت من دول اللي إما تاخد اللي إما صفر اللي إما ها واحد مش كده جميل يبقى إحنا بنقول مع بعض أول حالة إيه أول حالة إن يكون عندنا Unsigned integers يعني يكون عندي قيمة للتمانية بت دول دون وجود علامة يعني بدون علامات ويعني إيه مقصود بالعلامة مقصود بالعلامة السigned معناها إيه موجب أو سالب يعني التمانية بت هو تعبير عن قيمة المجدار الداتا دون وجود علامات معايا وفي الحالة دول كل التمانية بت اللي إنت شايفهم قدامك دول يعبروا عن قيمة العدد يعني لو قلنا مثلا ها zero one zero 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 مش كده آه كل دول بكام يا جماعة كل دول قيمة العدد اللي هو كام ها اللي هو اتنين مش كده آه اللي هو zero one وكل دول صفار كلهم بيعبروا عن قيمة العدد ولا توجد عندي أي إشارة لعلامة الموجب أو السالب هي يكون لها قيمة على بعضها فالكلام ده بيسموه بقى unsigned integer ها طيب بيقولك إذن توقع بقى ان range unsigned integers ده هيكون من zero zero لغة f f في الحكسا ديسيمال ومن صفر اللي 255 في الديسيمال يعني ممكن ياخد من ده ديسيمال من صفر حتى ها 255 ما احنا اخدنا تلوقتي اتنين ها شباب شايفين هذا اتنين ممكن اعملت ايه كمان ايه رقم كمان لو كلمنا اصاب المثال zero zero one zero 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 ده يبقى كام اربع مش كده اه وهكذا من صفر حتى كام لمتين خمسة وخمسين دون النظر الى اشارات طيب نكمل كلامنا في ها تعبيره اخر اه بيقولك فيه signed integers او الانتجرز اللي هي ايه ها signed او الارقام التي لايها علامات معاي اه وكلمة انتجر معناها رقم صحيح وانتو عارفين الكلام ده signed معناها باشار يبقى اذا رقم بصحيح باشار طب نشوف مع بعض تاني نمثل التمانية بيت تانية يا جماعة اده واحد مين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بيقولوا ايه بقى يا جماعة بقولوا اول سبعة بيت فيهم اللي انت شايفهم ده هم يعبروا عن الماجنيتيود او قيمة الايه الرقم ماجنيتيود او قيمة الرقم طيب والاخر واحدة دي بقى تعبر عن يبقى لك تعبر عن الاشارة لاما موجب لاما ست جميل طيب بيقولك ايه امتى يبقى الرقم ده بوزيتيف موجب تمام لما يكون البيت دي تحمل قيمة زيرو اذا لو البيت دي اللي قدامك دي هي رقم اللي هي اخر بت علي ايدك اليسار لو بصفر تبقى هذا الرقم يعني ناخد مثال كده وهنا كمان زيرو يبقى هذا الرقم ايه صاحب رفو عليك موجب واحد ليه موجب واحد لان الزيرو هنا ايه اشارة لان هذا العدد عدد موجب طيب ناخد مثال كمان لو وان زيرو 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 وهنا وان تختلف بقى مش كده بيقولك لو لقيت البيت الاخيرة دي لات بوان في الصين د انتجرز تبقى اذا هذه اشارة ان هذا الرقم نيجاتيف يعني بالسالب يعني هذا الرقم كله على بعضه اصبح دلوقتي كما جماعة سالب واحد طبعا فيهمنا ايه ناخد مع بعض binary code decimal numbers يعني ايه binary code decimal numbers بقولك بردو هنعبر عن الرقم اش كده بيه تمانية بت نجد نعبر عنهم سوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ولكن ولكن ايه بقى يتم ايه التعبير عن الرقم كجربز كمجموعات من اربعة بت يعني ايه يعني لما نيجي نعبر عن الرقم دوت نعبر عنه اربعة اربعة ناخد اول اربعة بت يتم التعبير عنهم ب decimal numbers شوف بقول ايه وليس حكسة decimal decimal numbers وهنا برضو ها يتم التعبير عن اربعة دول ب decimal numbers مجموعة لاتنين جروب دول يكونوا الرقم اللي احنا محتاجين طب يا شباب ناخد مثال ما تيجي ناخد مثال اللي هو من دهولنا ده بص كده حالك معي على الرقم ده شايفينه نكتبه كده ايه بالتفاصيل ونوضحه صفر صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد مش كده دول كام بت يا شباب لما نيجي نعبر عنهم بقى بال bcd اللي هو binary code decimal نعبر عنهم ازاي ايوا برافو عليك زي ما انت قلت ناخد اربعة اربعة مش كده نمسك اول اربعة من دول اهم الاربعة التانيين اهم ونقول الاربعة دول بي كامي يا جماعة zero one zero one بي كامي صح بفايف بالديسيمال مش اتفقنا اتفقنا يتم التعبر عنهم بالديسيمال طيب zero one zero zero بالديسيمال كامي يا جماعة اتنين ايوا برافو عليك اذا هذا الرقم يكافئ يكافئ ايه in bcd في ال bcd بايه ب two five n decimal n decimal والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته